السلام عليكم ورحمة الله ورحمة الله ورحمة الله وبركاته ومراكم أصدقائي في هذا الفيديو الجديد على قراجكم وروجري اف اف فأشوف خلطنا عزيزي ندروا مقاطمة قصيرة فقط ثم ندخل في صلب الموضوع بالنسبة الاخوات الكرام اللي موضم أريدوه قاتجي اخوات الكرام عندي مدى بزاف عندي عام من لي ما نشرش فيديو عليه وحبست شو بدلت المحشاواتي ولكن اخوات الكرام بالنسبة للتعليقات السلبية والاضجعبية سنجوبيبها في هذه الفيديو اخواتك الكرام ان شاء الله في هذا العام نبدأ aول شي aهم معلومة اخواتك الكرام في مدى بووددوكات شوفت اخواتك الكرام للنطيلات الذين التي تركبهم باللوراء اللي يقول لك لخلط التعليقات والانترنت اخواتنا العزيز هي فقط لتوسيع نطاق واسع للواي فاي هذا هي اخواتك الكرام بسبب يوسع هذه الشركة اللي تركبهم السبب بركة اخواتي الكرام يعني يوسعوا المجال الواي فاي هذا فقط بالنسبة الاشخاص الذين يقومون بوضع شريحة ولدو في الموضم اخواتي الكرام وتفضل لها من 30 جيجا هديك في 40 ملف قمسيان فاخواتي الكرام ونحن نقولكم بهذا المشكل يعني مشكل كبير وهو لا ينحل اخواتي الكرام منصب رح tycker شفتي اخواتي الكرام بينه في الحالية حتى وانك ما تستعمل الانترنت رح تنتقص الجيجا يعني في كل الليبغة ما تستعمل الانترنت أو ما تستعمل او ما تتتصل وتخلي غير غير رح ياخلك الى الدريجيا يعني في كل رأي اخواتي الكرام تروحلك دو جيجا هاكيكub ما تاتصل الى الانترنت ولا تستعمل الانترنت تخلي غير شاعل فقط رح ت 없ج راح تتق dudes راح تلك 30 بالنسبة لستعمال الأوريدو أخوتي الكرام الاجيغار سريع جدا يعني Понستطيع الاولى سرع كبيرة.. خيالية.. يعني 이 يقضى 10 جيغارة كانت بطاعة أخوة الكرام في ساعتين يذهب لك هذا هو أخوة الكرام بالنسبة لأخؤتي الكرام يعني معلومات منال測م نظام هذا أن keeping بالب explains وجد أوريدو أنه دعيف بزيف جدا ونقيس خلاح وكما نقول ما دلو لوش تحدد أخوات الكرام كونجج انا يعني صانع لهذا المودم والله هيا أخوات الكرام هناك تغييرات كثيرة على هذا المودم الذي يمكن تغيره عليه مثلا تعديل أخوات الكرام في ال HZ او كيفما نقول أخوات الكرام السرعة هدي كتعة الدفق كما نقول لها أخوات الكرام ما صبعنا نروحوا لإعدادات وشوفو مع أخوات الكرام آه هنا يا روحوا مهمنا شخصنا اهم الإعدادات متقدمة كما راكمت لحتوشفتي أخوات الكرام هذي اختيار الهمز هذي 2.4 هردز او اه جي اش زد هذي اخوات الكرام كان مودمة الان في الفين واربع وشرين اخواتي الكرام يعني والله هي اخواتي الكرام تقولي خمسة هردز يعني سرعة الانترنت رح تكون بالدوبل وتكون نتاق واسع يعني اه نحو مئة متر يعني مئة مترة تقريبا تقدر تحكم الوايفار اخواتي الكرام من المنزل حتى برا مئة مترة يعني يعني من منزل منزل اخر نورمال ما اخواتي الكرام يدلون לו يعني كما قلوه هفلاش لهذا المودم ولكن لا مع الاسف اه مستهزئين جدا في هاد الامر واش راح نقولكم اخواتي الكرام بالنسبة لله بالنسبة للأهم شريحات يحطيها اخواتي الكرام اني بصراحة ما تستعمل شريح يعني اريدو راح تحقيق اللي جيجا ولا استعملش سويتش تاع 400 الف لي يحبي يستعمل انترنت بشكل كبير يعني تروح للزواري اخوتي الكرام مع الاسف مع الاسف الزواري تسقع فيه يعني 400 الف ابزيف اخوتي الكرام في سويتش يعني تحط كل لازم عليك تحط كل شهر 400 الف يعني انترنت الميتي بهكا باش ترتاح واخوتي الكرام باش نجيبوها صحة صحة يعني اريدو راحي اقوى انترنت في كل شرائع يعني في جميع شرائعية اللقوية اخوتي الكرام هي المخيرة باش ندلو حسابنا اما اخوتي الكرام اذا كان عندك جيزة موبيلس تمشي لك مليحة اخويا استعمل موبيلس ولا جيزة احسن اخوتي الكرام ولكن ما تشكي ما اريدو مع الاسف الشديد في السرعة ننتقل اخوتي الكرام الناس اللي تقول لي اخوتي الكرام اللي عليهم كي نحية شريحة تأريدو ليعطوها لك مع المودام تعطوهم التليفون ما تمشي لكش اخوتي الكرام راح وديرو اسبيسال للمودام ما تمشي للمودام للتليفون ديجا اخوتي الكرام نحاول انه سرعة مخافضة يعني طايش البيس يعني در اي بيس تحبها انشاريا هذي بدون ما نحاجو فيها اخوتي الكرام ننتقل اهم من العيوب العيوب المودام مع الاسف يمشي غير بالتري سيتي اخوتي الكرام ما كها البطارية لازم به وهذا اخوتي الكرام شيء سلبي بشكل كبير خلاق يعني باش يعني بمودام غير يمشي بالانترنت يعني كي تروح لك التري سيتي السلام عليكم لا يمكن استعمل الانترنت وده شكل سلبي لهذا اخوتي الكرام اريدو مودام اريدو كاتجي اخوتي الكرام هذا اريدو كاتجي راهم يستحق الشراء لانه خرجوا بزاق مودام جدد في هاد العام اخوتي الكرام يعني يخلك من مودام اريدو الشيء المميز في هاد المودام في المودامات وكل اخوتي الكرام هي انك تقدر تحكي به يعني تقدر تدير يعني هاتف نقال سبيسيال تبروشي مع المودام وتحكي به هاده ما كاف المودام مطلقين هذا هو الشيء فقط لايجابي اما باقي الاشياء اخوتي الكرام يعني بصراحة لا هي شيء سلبية اخوتي الكرام ولا انصح باي شخصي الشريء هذا المودام يعني إذا عندك فوقنا مليون شري موضة بأخوش الكرامة وخارجوا بزاف موضة جدد ويعني بساعة ويعني بقوة كبيرة ويعني بسانج جي ولا جعبنا ذوق السانج جي مش لكالج جي يعني ما لا 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 نظام هذا الموضة ما راحه ضعيف مع الأسف يعني لازم له تحديد يعني ضوفيس لازم له تحديد هذا الموضة هذه هي أهم الإجابات اللي جاتني أو أهم الأسئلة اللي جاتني على هذا الموضة ومنزلش نحكي بزاف أخوش الكرام يعني أو أحسن شي أخوش الكرام أنك تشكسيها في الكارجي باش ما تروح لك هكما تطلع لك هذا هو شيء يعني إيجابي أيضا في الموضة هذا كل شيء أخوش الكرام واش راح نقول لكم أخوش الكرام بالنسبة الشريحة اللي راني نستعملها اللي راح ينستعمل في موبيلي ساعة ميتون وخمسين ستة شهر أنترنت يعني إليميتي لكن مع الأسف ضعيفة جدا نوعا ما ضعيفة ضعيفة جدا لهذا أخوش الكرام لو كان بيدي شريحة أريده أحسن يعني في شريحة أريده أحسن أخوش الكرام كما كانت لاحظوا يعني ضعيفة أخلاها عندي مع الأسف المنطيقة اللي خاصة بي اللي راي ضعيفة موبيلي ستبع أني شريحة وجربتها وقاش ضعيفة المهم شرحة نقول لكم أخوشي بالنسبة الأنطالة تحب تشريهم وننصح كم تشريوهم لك لعند موضم أريده ننصح مو يشرب الأنطالة هادوك أخوش الكرام نتشاركها من وراء الموضم لننصح هم راي تساعدك بزات في شيء في سرعة للإنترنت هذا كل شيء أخوش الكرام نتمنى يعجبكم بالفيديو أي سؤال أي استفتار اللي راح نجاوكم إن شاء الله هذا كل شيء ونطلقوه في الفيديو القادم وإن شاء الله نلقاه تفاعل كبير في هذا الفيديو باش نقاون قد نستمره والسلام عليكم ورحمة الله